واقع العراق المترد لم يعد خافيا على أحد أسباب عديدة أدت لما آلت إليه أوضاع البلد اليوم من نهب منظم لأموال الدولة والانحدار المستمر في مستوى الخدمات صحيفة بوبليكو الإسبانية نشرت تقريرا تحدثت فيه عن فترة نمو وقوة تعيشها الميليشيات في العراق بعدما ترك الأمريكيون للبلاد غارقة في الفوضى والدمار وذكرت الصحيفة أن الأحزاب والقوى الموالية لإيران وبعد تحقيقها السيطرة السياسية قررت السير في طريقها الخاص عبر تعزيز نفوذ الميليشيات على مؤسسات الدولة مقابل انحدار البنى التحتية من صحة وتعليم وفرص عمل حروب وأزمات عاشها العراق على مدى عشرين عاما خلفت أربعة ملايين يتيم أي ما يعادل عشرة بالمئة من سكان البلاد بينما تزداد سطوة الميليشيات الاقتصادية برعاية مرجعيات دينية باتت تمتلك سلسلة من المشاريع التجارية والمستشفيات والمدارس والجامعات الخاصة وشركات هندسية وصولا إلى الهيمنة على الأراضي الزراعية والمتاجرة بالمحاصيل والمنتجات الحيوانية وبناء المناطق الصناعية وتقول الصحيفة الإسبانية أن هذه الجهات أنشأت دولة موازية واستغلت الفراغ السياسي لوضع يدها على المزيد من المجالات تدريجيا في مقابل عجز واضح للحكومة ووزاراتها عن تقديم الخدمات العامة التي يحتاجها المواطنون في ذات السياق يشير تقرير صدر مؤخرا عن مجموعة الأزمات الدولية وهي مؤسسة بحثية معنية باستراع يشير إلى أن العراق يعيش نظام حكم تمييزي ولد سخطا اجتماعيا عاما رافضا لبيع البلاد على طاولة المصالح والنفوذ لفئة قليلة باتت تتحكم بالعراق وتتلاعب بمصير أبنائه